فايل رحلة الاشواط الستة كيلومتر مقدمة الشهوط حيث من تتابعون عبر قناة ياسر رياضية هذه الانطلاقات المقدمة والصدارة رهف من تاتي مع الصدارة ومع المركز الأول تعود الملكية الأحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي من يقدم لنا رهف مع الصدارة المركز الثاني ثاني المراكز الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي من يتابع الانطلاق ويرافق الشعار مع المركز الثاني ثالث المراكز الشعاع سالم بن أحمد بن غدير بن عفيس الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق محتلة مع المركز الثالث نشوف اللي في المركز الرابع الشاهنية عامر بن محمد بن عبيد بوعقر المزروع من يقدم الشاهنية مع المركز الرابع خامس المراكز اللي غيرت في هذه اللحظات واحتلت المركز الرابع من تاتي بهذا التقدم إيجاد عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن منصوري الوصول والقدوم مشاهدين الكرام مع المركز السادس اللي في المركز السادس تنطلق ملامح في هذه اللحظات تعود الملكية خليفة بن محمد بن الوعي الخيلي من يقدم لنا ملامح ومن القانب الآخر مع المركز السابع من تاتي الراسية راشد بن سيب بن حمد الشعالي العليلي يقدم لنا هذا الانطلاق للراسية ثامن المراكز اللي في المركز الثامن تعود الملكية مشاهدين الكرام خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي والوصول الجديد القدوم من العنود جمهور بن محمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي من تغير من مركز إلى مركز تحتل المركز الثامن في هذه اللحظات عاشر المراكز القادمة الواصلة في هذه اللحظات رذاذ سلطان بن ريو بن محمد المنصوري من يقدم بو عمر هذا الاسم هكذا النتيجة والنداء الأول للأبكار الثناية المهجنات الأصائل لنعوده إلى مقدمة الشعوط لنعوده إلى سكان المقدمة من تاتي مع المركز الأول هناك رهف مع الصدارة رهف مع المركز الأول أحمد بن سعيد بن أحمد رميذي يعلن الحضور الرميذي في هذا الصباح مع مقدمة الشعوط ومع المركز الأول الأميرة من تحتل المركز الثاني عبد الله بن عامر بن حمد لحافي تتقدم مباشرة وتحتل المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز يتقدم رعن طيلة بن لويع ويقدم هذا الاسم لملامح خليفة بن محمد بن لويع الأخيلي مع المركز الثالث رابع المراكز الشهامة تتقدم الشهامة وأول ندى للشهامة من تاتي مباشرة وتحتل المركز الثالث تعود الملكية لعلي بن راشد بن مصبح الظاهري يقدم هذا الاسم الظاهري ويقدم لنا الشهامة المركز الرابع رابع المراكز انطلاق مباشر في هذه اللحظاته مشاهدين الكرام من الرأسي راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليل من يتقدم مع المركز الخامس وفي هذه اللحظات تتقدم مباشرة إلى المركز الرابع تجمعت الأسماء تجمعت الشعارات مع انتصاف المسافة الكل يتقدم من أجل طموح الفوز والانتصار في عاصمة الملايين ميدان الوثبة القادمة الشهنية عامر بن محمد بن عبيد المزروحي من يقدم هذا الاسم مع المركز السادس المركز السابع إيقاد عامر بن مصبح بن حويري بن منصوري يقدم هذا الاسم لإيقاد من تحتل المركز السابع ثامن المراكز القدوم الوصول من شهوده سلطان بن عليم بالخصم الاكتبي أول ذعى لشهوده بدأت تتقدم الأسماء ولذلك في هذه الانطلاق تتقدم مباشرة ويقدمها أبو عمر سلطان بن ريو المنصوري القدوم هناك من مطيلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هكذا الاسماء هكذا النتيجة والنداء الثاني للمراكز الأولى المتقدمة ونعود إلى مقدمة الشهود نعود إلى المركز الأول إلى الصدارة والبداية في مقدمة الشهود رهف ما زالت هي المسيطرة مع المركز المطلوب مع المركز الرائد في عالم هذه الرياضة ألا وهو المركز الأول من يقدمها أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي مع مقدمة الشهود ومع المركز الأول ثاني المراكز الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي من يقدم الأميرة بولميرة مع المركز الثاني المركز الثالث تنطلاق مباشر من الشهامة تعود الملكية علي بن راشد بن مصدح الظاهري ولكن القادمة هناك مشاهدين الكرام شودة حذاري من شودة تتقدم مباشرة مع المركز الثالث تعود الملكية لسلطان بن علي بالخصم الاكتبه هناك أيضا اللي هي الراسية راشد بن سيب بن حمد الشعالي العليلي يتقدم مباشرة ويقدم الراسية مع المركز الرابع خامس المراكز اللي في المركز الخامس الشهامة علي بن راشد بن مصدح الظاهري القدوم والوصول من رذال تتقدم سلطان بن ريو بن محمد المنصوري يقدم لنا هذا الاسم القادمة الشاهينية عامر بن محمد بن عبيد بوعقر المسروعي ومن الجانب الآخر العنود جمهور بن محمد بن مصلح الأحبابي هكذا النتيجة هكذا الأسماء أمطيلة خليفة بسلطان بن رشيد السويدي القادمة الواصلة في هذه اللحظات أسرار أحمد بن علي بن محمد بنواس الاجتبه وصلت في هذه اللحظات وأول ذا عليها ولكن نعود للمقدمة نعود للصدارة نعود إلى شهودة شهودة مع المقدمة شهودة مع الصدارة مع المركز الأول يقدم لنا شهودة سلطان بن علي بل خصم لكتبي الأميرة مع المركز الثاني عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي من يقدم الأميرة مع المرتبة الثانية المركز الثالث بوعمر يتقدم ويقدم لنا رذاض سلطان بن ريو بن محمد المنصوري القادم الواصلة مع المركز الثالث وين البوقع طرقنا أبواب الكيلو متر الأخير ما بعد كيلو إلا الناموس ما بعد كيلو إلا الفوج الوصول هناك من الشهنية تعود الملكية لعامر بن محمد المزروعي هكذا الأسماء هكذا النتيجة ولكن لنا عودة مع الأميرة وهناك أيضا اللي هي شودة شودة والأميرة مع مقدمة الشهود رذاض مع المركز الثالث المركز الرابع الشاهنية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي ما تبقى إلا القليل ومقدمة الشهود شودة مشاهدين الكرام والأميرة الأميرة هو شودة صراعي لقياي والأبطال من أقل الفوز والناموس صدر تلوامر هناك الأميرة عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي وهناك أيضا اللي هي شودة اللحظات الحاسمة اللحظات الأخيرة القادمة رذاض والشاهنية عامر بن محمد المزروعي ولكن مشاهدين الكرام ما تبقى إلا القليل الأميرة هو شودة شودة والأميرة الناموس إلى وين الفوز إلى وين أبناء السلطنة يقدمون الأميرة في اللحظات الأخيرة والشاهنية القادمة هناك عامر بن محمد بن عبيد المزروعي ولكن الأميرة مشاهدين الكرام في اللحظات الأخيرة هي المسيطرة هالميرة هي الأقرب الأميرة لن تكون الشاهنية ولكن أميرة قدم الأميرة الأميرة إلى أبناء السلطنة سلام أميرة سلام عبد الله بن عامر بن حمد إليحافي تهانينا ونموس قدم لنا الأميرة المركز الثاني الشاهنية عامر بن محمد بن عبير المزروعي ثالثا شودة سلطان بن علي بالخصم لكتبي المركز الرابع هنا رابع المراكز رابع المراكز مشاهدين الكلام رذال سلطان بن ريو بن محمد المنصوري المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس هناك مشاهدين الكلام النشلة مبارك بن حمد بالعودة العامري وأول ذاعة للنشلة مع المركز الخامس هكذا النتيجة نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وعثنا وصوله لميرة توقيتنا الزمني 9 دقائق 25 ثانية وجوزين من الثانية مشاهدين الكرام تهانينه والنموس لمالكه الأميرة عبدالله بن عامر بن حمد إليحافي وسهل أبو الأميرة سلام 9 دقائق 25 ثانية أربعا من الأجزاء الشهينية تعود الملكية مشاهدين الكرام والتهانين العامر بن محمد بن عبيد المزروع يقدمت أرط شكر عليه وإشكر أبو حقر على هذا الإبداع مع المركز الثاني الثالث شودة 9 دقائق التوقيت الزمني ونمو مشاهدين الكرام 26 ثانية جز واحدة من الثانية لمركز الثالث شودة سلطان بن علي بالخصم الكبير هكذا النتيجة تهانينه والنموس لك يا أبو الأميرة على هذا الفوز في هذا الصباح بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دايما وابدا